والآن نلقي معكم نظرة على أهم أبرز ما جاء في الصحف العالمية والإسرائيلية بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونبدأ معكم من صحيفة الفينانشيال تايمز والتي نشرت مقالا تحت عدوان هذه خطوة أولى ما تعني اتفاقية المحتجزين بين هلالين بين إسرائيل وحركة حماس هذه الصحيفة قالت أنه بعد خمسة وأربعين يوما من الحرب المدمرة اتفقت إسرائيل وحركة حماس على صفقة المحتجزين ووقف الأعمال العدائية وهو ما يمثل أهم اقتراق دبلوماسي في هذا الصراع أظهرت استطلاعاتنا للرأي بأن الجمهورة الإسرائيلية يؤيد بأغلبية ساحقة صفقة إطلاق صراح المحتجزين في حين ترى الصحيفة أن هذا التوقف سوف يسمح لحركة حماس بإعادة تنظيم صفوفها بعد ستة أسابيع من القصف الجوي والبري الإسرائيلية لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إنهم سوف يستأنفون حملتهم بمجرد انتهاء الهدنة وسيحولون التركيز إلى منطقة الجنوب في قطاع غزة يشتبه في أن قادة حماس يختبئون داخل أنفاق تحت الأرض ترجمة نانسي قنقر تحت عنوان هذه ليست صفقة بل ابتزاز ولكن ليس هناك خيار قالت هذه الصحيفة يدعوت أحرنوت ماذا قالت؟ قالت إنه مع الوضع الذي نشأ لم يكن هناك أي مطفر ربما من دفع التمن أشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه ليست صفقة إطلاقا بل ابتزاز وإكرار الخيارات سيئة تماما والقرارات صعبة البديل هو التخلي التخلي عن المحتجزين مرة أخرى ثانية وهو بديل أخطر وسوف يترك وصم طعار أخلاقية بين هلالين لن تمحى من الحكومة الإسرائيلية وعليها وعلى الجيش الإسرائيلي كذلك أضافت الصحيفة يدعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي مقتنع بأن الضغط العسكري دفع حركة حماس إلى إبداء بعض المرونة هكذا قالهم في شروط وبنود الصفقة وتوقيتها ربما يكون هذا صحيحا ربما ولكن هذا الضغط كان بالقدر نفسه على الجانب الإسرائيلي والأمريكي وفي النهاية هو ضغط طبعا بطبيعة الحال ونهاية المطاف على عائلات الضحايا أضافت الصحيفة أيضا أن وقف إطلاق النار سوف يسمح لحركة حماس بتنظيم صفوفها بشكل أفضل ربما في الجنوب وفي وسط قطاع غزة لكنها ستسمح أيضا للجيش الإسرائيلي بتنظيم نفسه بشكل ربما أفضل قد يجلب هذا المخطط مكافأة أخرى فالهدوء في زاوية الشمال من غزة ربما يسمح بإعادة السكان إلى بعض المستوطنات وإعادة بعض جنود الاحتياط إلى أماكنهم أضافت الصحيفة أنه ليس هناك أي مجال لهتافات النصر في إسرائيل ولا حتى التلميح أو للدعاء الذي نشأ عن كلام بن يمينة يهو رئيس الوزراء كأن إسرائيل حققت إنجازا ضخما كبيرا في عملية التفاور بعيدا كل البعض صراحة عن الدقة أو عن الحقيقة اشتركوا في القناة أنظم إلينا من رمالا ضيفة سيد هشام عبدالله الكاتب الصحفي الفلسطيني أهلا وسهلا بك ضيفنا عزيزا سيدي مساء الخير في البداية سأبدأ مع حضرتك في تناول الصحف من يدعوت أحرانوت يعني مسألة أنها صفقة بل هي ابتزاز لماذا ذكرت هذا اللفظ بالتحديد ابتزاز أفعلا مقتنع الصحيفة والداخل الإسرائيلي أن إسرائيل خسرت بنهاية المطاف في هذا التفاوض أو هذا الاتفاق وكان حركة حماس هي التي فرضت الشروط البنود على هذا الاتفاق أو هذه الصفقة سيدي نعم أولا أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المتابعين واضح أنا مسرور جدا أن صحيفة دعوت أحرانوت لم تستطع أن تغادر نفسها وطينتها الإسرائيلية التي لا تنظر إلى الفلسطينيين على أنهم شعب تحت الاحتلال ولا تنظر إلى المقاومة على أنها مقاومة تحت الاحتلال وتقاوم الاحتلال وأكثر من ذلك على أن هذه المقاومة خطت بالفترة الأخيرة منذ 7 أكتوبر طريقا استراتيجيا وسعودا لافتا على مستوى مقاومة الفلسطينيين على طوال عقود من الزمن أقول ذلك لأنه بالفعل استخدام يدعوت أحرانوت ومعظم الصحف الصادرة في إسرائيل اليوم لهذا التوصيف عن الوقفة وهي بالمناسبة ليست هدنة لأن الهدنة لا تنطبق الهدنة تنطبق على إذا كان هناك جيشان يتقاتلان دولتان تقاتلان ولها شروطها وأدواتها وأساليبها وهذا لم يظهر على الإطلاق في الوقفة التي تم الإعلان عنها أولا يدعوت أحرانوت تعبر بكل قوة عن إحباطها وإحباط كثير من الإسرائيليين الذين يتطلعون للفلسطينيين على أساس أنهم مجموعة طارئة على هذه الأرض وأنه يمكن التعامل معهم بأي شكل بالطرد بالقتل بالتهجير بالترويع وبالتهويق ولكن ما حدث اليوم في ما يسمى هذه الهدنة أو هذه الوقفة أن الذي انتصر باعتقادي هو المقاومة وليس إسرائيل إسرائيل انهزمت في هذه التي رصفتها يدعوت أحرانوت باستفقة ومعها الولايات المتحدة ومع ذكر الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن إسرائيل لولا التدخل الواسع والكبير والضغط الكبير المتواصل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لما توصلنا على الأقل إلى الإعلان عن مثل هذه الوقفة وطبعا الضغط الأمريكي لم يأتي من فراغ لم يأتي لسواد عيون الفلسطينيين ولا حتى لسواد عيون الإسرائيليين ولكن الضغط الأمريكي جاء من الضغط الذي تتعرض له إدارة الرئيس الأمريكي بايدن ومعه جموع الديمقراطيين وتكفي الإشارة إلى أن الاستطلاعات الأمريكية ذاتها تقول لنا ذلك إذ أظهر الاستطلاع أخير أن 69% من الناخبين الشباب وهذا مهم جدا وأمر يجب التوقف عنده دائما مليا يعارضون ولا يتفقون مع موقف الإدارة الأمريكية إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر الغاشم على الفلسطينيين في قصة غزة وعلى الفلسطينيين في كل مكانه طيب أولا أنا سعيد أن أجد هذه السعادة على ملامحك الكريمة بوجود الصفقة أو إطلاق صراح الكثير من المحتجزين لكن يا دعوذ أحرانوت لم تقول إنها صفقة هي ذكرت فقط كلمة ابتزاز أو إكرار كذلك في شأن الأمريكي تعلم حضرتك ربما أكثر مني يعني أنه المنحنة لشعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة يعني فيه انخفاض تام يا سيدي شاب لكن أعود بك إلى الخبر من صحيفة الفينانشال تايمز وفي طيات وبين السطور ما كتبت هذه الصحيفة أن حماس ربما تستغل هذه الأيام أو لاقف المؤقت للعدوان الإسرائيلي أو لإطلاق النار في إعادة ترتيب صفوفها ضعني في هذه النقطة تحديدا لأي درجة الداخل في إسرائيل متخوب جدا من المقاومة الفلسطينية من إعادة التنظيم في حركة حماس بالتزامن مع بنود الصفقة اللي إن شاء الله هتم بسلام تفضل يا سيد يعني أولا من الطبيعي أن تعمل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إعادة ترتيب صفوفها هذا إذا كانت أصلا سفوفها قد تبعثرت وهذا ما لم يظهر على الأقل حتى اللهظة أظهرت المقاومة ثباتا وعزما وإقداما وأثبتت إمكانيات ونتائج وحقاقت نتائج في مستوى المقاومة ضد القوات البرية التي دخلت قطاع غزة منذ أسابيع ولم تستطع السيطرة أو إحكام سيطرتها ولا على شبر واحد من هذه الأرض هي موجودة هناك ولكنها في حالة اشتباك تام مع المقاومة ولكن بالفعل لتأخذ المقاومة فترة استراحة بعيدا عن الضغط وتفكر فيما ستفعل سابقا ولكن أيضا صحيفة الفينانشل تتحدث بنفس الخطاب ونفس اللهجة ونفس الأهداف والقيم التي تتحدث بها الصحف الإسرائيلية عندما يتحدثون عن الفلسطينيين وكأن الفلسطينيين يحرم عليهم أن يحققوا انتصار في سبيل وعلى طريق تحررهم وكرماتهم ولكن هناك أيضا أعتقد ما لا تخشاه ما تخشاه الصحيفة وما تخشاه أيضا الغرب وما يخشاه بالتحديد إسرائيل من أن هذه الفرصة فرصة الوقفة أو الهدنة أو الهدنة ستعطي مجالا وهذا على فكرة ما ذكرته اليوم ما ذكره اليوم موقع بوليتيكو في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في أمريكا على أن إسرائيل وهذا نقلا عن لسان مسؤولين أمريكيين كبار شاركوا في إتمام هذه الصفقة والتصور إلى إعلان عن هذه الوقفة وهو ما أريد أن يقوله أن تخشى إسرائيل كثيرا من أن هذه الوقفات البسيطة لا نتحدث عن ساعات نحن لا نتحدث عن هدنة نحن نتحدث عن ساعات محدودة ولكنهم يخشون أنه من الممكن للصحفيين والإعلاميين أن يصلوا إلى الأماكن التي لم يستطيعوا الوصول إليها منذ السابع من أكتوبر تحت القصف المستمر والمتواصل تمت أماكن عديدة تمت خراب ودمار كبير أحدثه القصف الإسرائيلي نحن نتحدث محمد اليوم عن إلقاء أكثر من أربعين ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة وهي كمية تضاهي ومضاعفة لتلك التي أرقيت على هورشيمة في الحرب العالمية الثانية فبالتالي إسرائيل تخشى وهنا تخشى من أن يصل الصحفيون الذين لم يستطيعوا توطيق هذا الخراب والدمار والكمال والكامل والشامل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل تخشى أن يصلوا إلى ذاك وأن يرى العالم ذلك وأن ينقلب الرأي العام الرأي العام طبعا ليس العربي في المنطقة الرأي العام الغربي الأمريكي أولا والبريطاني هو صراحة يا سيد الشامل ولذلك هناك احتمال فضل نعم هو الرأي العام انقلب وهناك نعم ماذا هناك نعم هو طبعا انقلب ولكن حتى اللحظة يعني هناك بالفعل يعني مستوى لافت من انقلاب الرأي العام الغربي ضد العدوان الإسرائيلي وضد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن نحن ندرك جميعا أن هذا الرأي العام لم يصل حتى الآن إلى الدرجة التي يمكن أن يؤثر فيها على الحكومات وعلى صانعي القرار سواء كانوا مشرعين وبرلمانيين ونؤسسات فبالتالي ممكن أن تعطي هذه الفرصة فرصة التوقف هذه الرأي العام ليرى أكثر وبالتالي يضغط أكثر على حكوماته وعلى برلمانيه في العالم أنا شخصيا سيد الشام سعيد أن إسرائيل بتخشى من المقاومة الفلسطينية أو بتخشى من حركة حماس في إعادة الصفوفية حتى لو كانت الأيام المتعلقة بوقف إطلاق النار أو الهدنة يعني أيام قليلة لكن سوف يتم استثمارها سيدي أرجو من حضرتك البقاء معي على الشاشة أعود إلى بلد صاحبة الجلالة نشرت صحيفة تايمز أوف إزرائيل تقريرا حمل عنوان لا توجد أي خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمالي غزة عندما تتوسع أعمليات الجيش الإسرائيلي في الزاوية الجنوبية الصحيفة قال إنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي أي خطة للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة عندما يوسع الجيش الإسرائيلي من هجماته البربرية والبرية على الجزء الجنوبي من القطاع وأوضحت الصحيفة أنها علمت أن الجيش الإسرائيلي يخطط بدلا من ذلك لتوجيه السكان المدنيين إلى مناطق بعيدة ربما عن الهجوم البري المرتقب في جنوب غزة من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأشارت إلى أنه حتى اللحظة حتى الآن أعلن الجيش الإسرائيلي أن منطقة المواصي الصغيرة على الساحل الجنوبي لغزة هي منطقة آمنة وسط الهجوم البري في الشمال والغارات الجوية في جميع أنحاء القطاع أعود إليك مجددا ضيفي الكريم من رمال الله سيد هشام عبد الله الكاتب الصحفي سيدي يعني بالعودة إلى متن هذا الخبر أولا يعني المعلومة ولا تخفى على أحد لا مكان آمن في كل قطاع غز فما هي الفكرة الإسرائيلية يعني أين يذهب الغزوي إذا كان القتال في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط ما هي هذه المنطقة التي يدخلونها المواصي الصغيرة حدثني عنها قليلا رجاء نهسدي شام طبعا يعني هي منطقة من أجمل المناطق كلها مناطق جميلة غزة وقطاع غزة وفلسطين ولكن منطقة المواصي هذه الشهيرة بشاطئها الجميل والشهيرة أكثر بتمار الجوافة الفاكهة الفلسطينية اللذيذة وطبعا تشتهر كذلك بكل ما يشتهر به قطاع غزة والفلسطينيين ولكن نحن نتوق إلى تلك اللحظة التي نستطيع فيها ترويج قطاع غزة على أنها منطقة سياحية ومنطقة جميلة يجب على الكل أن يزورها ولكن فيها اللحظة المفارقة كبيرة جدا طبعا هم يتحدثون بسلوك كيف هذه الصحافة الخطاب يعكس سلوك المحادثات تعكس سلوك التوصفات تعكس سلوك والسلوك هذا الذي أتحدث عنه وأشير إليه والذي تتمتع به إسرائيل ومعها مؤيدوها في الغرب هو سلوك ينظر مرة أخرى أوكد على هذا الحديث مرة أخرى ينظر إلى الفلسطينيين في أرض فلسطيني التاريخية والتي يريدون أن يسموها إسرائيل ينظر إليهم على أنهم مجموعة طارية يمكن التعامل معهم بأي شكل من الأشكال كما تحدث سابقا يمكن قتلهم تدميرهم يعني إذا أرادوا أن يحشروهم في هذه المنطقة المسيطة طب في الثمانية وأربعين في الثمانية وأربعين ما حدث يعني قطاع غزة ليس هو قطاع غزة الذي نتحدث عليه إذا كنت أرادت أن تتحدث جغرافيا وتاريخ يعني قطاع غزة يشمل كل القرى المجاورة وعديد القرى والبلدات التي طرد أهلها عام ثمانية وأربعين وأجبروا وأجبروا على أن يسكنوا هذا القطاع الضيق يعني حتى كان بمثابة سجن ولازال حتى اللحظة بمثابة سجن ولكن طبعا الفلسطينيون استطاعوا أن يثبتوا عكس ذلك بمقاومتهم حتى اللحظة فبالتالي اليوم يصغرون هذا القطاع الذي أرادوا أن يكون في الثمانية وأربعين كلها حمسة وأربعين عاما أن يريد أن يكون معتقلا للذين طردوهم من القرى المجاورة لقطاع غزة وأنحاء قطاع غزة وأكنف قطاع غزة يريدون أن يضعوهم اليوم في شريط المواسية الذي لا يمكن أن يكون ولا بأي شكل من الأشكال ولا في أي منظر فينا الظروف أن يمكن أن يؤوي مجموعة صغيرة فبالتالي هم لا زالوا يتحدثون ما الحكمة يعني في اختيار هذه البقعة الأرضية سيد الشامي يعني في عجالة رجاء لماذا هذه المنطقة بالتحديد تم ذكرها؟ ليست هناك حكمة على الإطلاق هناك مقاربة للفلسطينيين يتم التعامل معها بأسوأ الاحتمالات وأسوأ للتوقعات يعني هم لا يريدون للفلسطينيين لا يهمهم أكاد الفلسطينيون موجودون في قطاع غزة كما هو الآن أو موجودون في شريط المواصل الذين يحلمون أن يكون له يعني هم ينظرون إلى الفلسطينيين أنه يمكن يجب عليهم أن يتدبروا أنفسهم أو لا يتدبروا أنفسهم يمكن لهم أن يموتوا أو لا يموتوا يمكن لهم أن يصابوا أو لا يصابوا يمكن لهم أن يتدمر بيوتهم أو لا تدمر بيوتهم يمكن لهم أن يكونوا في المواصل أو في غير المواصل ولكن الخطاب الذي تقف وراءه كل هذه الأخبار وكل هذه التصريحات أن ما يحدث في قطاع غزة هو موجه لكل الفلسطينيين ليس في قطاع غزة فحسب ولكن في الضفة الغربية وفي القدس وفي الداخل الفلسطيني المحتل وفي الشتات لكل الفلسطينيين أينما حلوا وأينما وجدوا بأنه لا تفكروا ولا تظنوا أنكم يمكن أن تحصلوا على حقوقكم وإذا أردتم أن تصاعدوا المقاومة كما صاعدت في قطاع غزة فإنكم ستلقون نفس العقاب ونفس الضربات ونفس القتال حضرتك صدقته أنا نسيت الملاحك مع أصلا لدى إسرائيلين اشتركوا في القناة